بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم رح نبحث في موضوع حب الرشاد هل هو مفيد للصغار وما هي الجرعة المناسبة يعتبر نبات الرشاد من أهم الأعشاب لها فروع متشعبة وسيقان طويلة وزهور بيضاء كما في الصورة تحدثنا في فيديو سابق عن فوائد حب الرشاد للكبار وأما عن فوائده للصغار وحسب الدراسات الحديثة فهي كثيرة جدا ففوائده للصغار يصعب حصرها حيث يحتوي حب الرشاد على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمواد الغذائية اللازمة لنمو الصغار يحتوي على كمية كبيرة من معدن الزنك والحديد واليود والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزيوم والعديد من الفيتامينات الأخرى كما يحتوي على كمية مناسبة من الفيتامينات وخاصة فيتامين A ومن أهم فوائده أنه يعمل على تقوية المناع عند الصغير ومساندته في تشكيل خلايا جسده ويصاب أحيانا الصغير ببعض الكسل الليمفاوي والخمول والرغبة المتواصلة في النوم فيدخل حب الرشاد في جسد الصغير ويمنحه الهمة والحيوية يساعد في القضاء على البكتيريا والميكروبات التي تهاجم خلايا جسده النحيل يعمل على التسريع من شفاء فقر الدم له الأنيميا والتي يتعرض لها صغير نتيجة للإختلال في نظامه الغذائي يخلص الجسم من المواد السامة التي تعتدي على خلايا جسده بسبب تناوله أحيانا للأطعم الملوثة يستخدم كدواء خارجي وموضعي لإعلاج حساسية الجلد لدى الرضيع وخاصة الصغير الذي يعاني من الحمة يعمل على الخلاص من الروائح المزعجة والمكروهة التي يفرزها جسم الصغير في الأسابيع الأولى من ولادته ويساعد على كثرة إنتاج الحليب في صدر الأم مما يعود على الصغير بالشبع وعدم الحاجة إلى الألبان الإصطناعية يعني الحليب الإصطناعي وقد تحدثنا عن زيادة إدرار الحليب للأم المرضعة في فيديو سابق يساهم في تنظيم معدلات الهرمونات المسببة لزيادة الوزن مما يجعله علاج فعال وآمن في التخلص من النحافة ويعد من ضمن المصادر الهامة التي تزوج جسد الرضيع بالعناصر اللازمة لتشكيل خلاياه كالفيتامينات والمواد المعدنية يحافظ على الجهاز التنفسي من المشاكل ويستعمل حب الرشاد في علاج الكثير من التوعكات التي تنتاب الصغار لما يجتمل عليه من عناصر مغذية وصحية تساهم في زيادة حيوية الجسم يتخلص من الكثير من الآثار التي تنجم عن الالتهابات الصدرية مثل الربو وتراكم البلغم يساعد في مداوات مشاكل الصدر والكحة والرشح وذلك عن طريق خلط مصحوق حبوب الرشاد مع القليل جدا من العسد أيضا تحسين عمل الجهاز الهضم ويساهم في التخلص من أوجاع البطن والمغص الذي ينتج عنه الانتفاخ ويعاني كثير من الرضع بفقدان الشهية نتيجة لتغيير الحليب أو أي أسباب أخرى فتساهم هذه البذور في فتح الشهية عندما تضاف إلى غذائهم كما أنه عامل جيد ونافع في طرب الغازات التي تتراكم في البطن وتسبب البكاء الدائم للصغار أيضا يساند في تسهيل وتيسير هضم الطعام في معدة الصغير وخاصة في الأيام الأولى من بدء تناول الطعام له أيضا يقوي وينمي الأسنان والعظام وكذلك يستعمل في تهدئة الوجع الذي ينشأ عن طلوع الأسنان عند الصغير ويساهم في تعجيل شفاء كسور العظام عند الصغير بسبب احتوائه على الكالسيوم والمغنيزيوم أما فوائد حب الرشاد للبلغم للصغار هو من أهم الفوائد التي تعود على الأطفال حيث أن النكهة اللاذعة لحب الرشاد تعمل على التخلص من البلغم وترضه خارج الجسم بصورة نهائية كما يعمل حب الرشاد على التخلص من السعال بصورة نهائية وكذلك من الفوائد الهامة لحب الرشاد أنه يقوم بالتخلص من الالتهابات الموجودة في منطقة الحلق والتي تكون ناتجة عن تراكم البلغم على الصدر كما يعمل على تحسين عمل الجهاز التنفسي بصورة كبيرة ويمكن للصغار المصابين بالبلغم أن يقوم بمضخ كميات قليلة منه وسيعمل على إذابة البلغم وترضه خارج الجسم بالإضافة إلى قدرة حب الرشاد على التخلص من البلغم من الجسم فإن له العديد من الفوائد الأخرى للجسم ومن أهم فوائد حب الرشاد للصغار التالي علاج بعض الأمراض الجلدية يعمل حب الرشاد على التخلص من آثار الحروق الناتجة من التعرض لأشعة الشمس الضارة كما أن حب الرشاد له قدرة كبيرة على علاج جفاف البشرة والتخلص من التشققات الموجودة بها وخاصة في منطقة الشفاه التي تكون أكثر عرضة للتشقق لدى الأطفال أيضا من فوائد هذه البذور تحسين عمل الجهاز الهضمي فمن الفوائد الرائعة التي تعود على الصغار عند تناول حب الرشاد أنه يمكنهم التخلص من العديد من مشكلات الجهاز الهضمي فله قدرة كبيرة على تحسين حركة الأمعاء التي تصيب الرضع بالتحديد وكذلك له قدرة كبيرة على التخلص من مقص المعدة والعديد من المشاكل الهضمية الأخرى أيضا بالنسبة للرضع فهناك العديد من الفوائد الهامة التي تعود عليه نتيجة تناول حب الرشاد ولعل من أبرز هذه الفوائد أنه يساعد على التخلص من الأعراض المصاحبة للتسنين ويساهم في التخلص من السموم الموجودة في جسم الرضيع وخاصة في منطقة الكلة ويحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم مما يساعد على تقوية أسنان الرضع كذلك يساعد الكالسيوم الموجود في حب الرشاد على تقوية العظام والحفاظ عليها من الهشاشة ويحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية مما يساعد على التخلص من المرس لدى الرضع أيضا التخلص من الغازات والانتفاخات ويحتوي حب الرشاد على كميات كبيرة من الحديد مما يساعد على علاج فقر الدم والأنيمية ويساعد الرضع على التخلص من العديد من الأمراض الصدرية مثل الكحة مع العلم أن هذه الفوائد يتم الحصول عليها عن طريق تحضير منقوع حب الرشاد والقيام بإعطائه للربع فما هي الجرعة المستخدمة من حب الرشاد للصغر؟ يستعمل حب الرشاد في صور شتى فيأخذ على هيئة شراب مغلي أو منقوع أو على شكل مسحوق يضاف إلى الأطعمة والمركبات الغذائية المختلفة ويحبث عدم تعاطيه أكثر من مرتين في اليوم لإعاقة حصول المضاعفات التي قد تنتج إذا استهلك بإفراد أو بكثرة يتحتم أن لا يزيد مقدار الجرعة المعطى للصغير عن ست حبات أي تقريبا ما يعادل ربع ملعقة فحسب يوميا تزيد أو تنقص حسب عمر وحالة الصغير كما يلزم عدم أخذه في فترة الحمل حتى لا يواجه الجنين مخاطر متعددة تفضي إلى تشوهه وطريقة صنع منقوع حب الرشاد حتى تتمكن من صنع منقوع حب الرشاد والقيام بإعطاهه إلى الصغير قم باتباع الخطوات التالية يتم وضع ثلاث حبات من حب الرشاد في نصف كوب من الماء ووضعه على نار هادئة نقوم بترك الحبوب على النار حتى تصل إلى مرحلة الغليان وبعدها نقوم بتصفية الخليب الخطوة التالية هي القيام بإضافة المنقوع إلى الرضعة الخاصة بالطفل مع الحرص على عدم تحلية المنقوع سواء بالسكر أو بالعسل بل يتم تقديمه بدون تحلية إلى الرضيع ويتم تناوله مرة واحدة يوميا وأما عن محاذير وأضرار حب الرشاد للصغير طبعا كل شيء له محاذير وأضرار يحذر من تقديم حب الرشاد للصغير منفردا أو إضافته إلى أغذيته إذا كان يعاني من حساسية في الجهاز الهضمي ويفضل بعدم تقديمه للصغار إذا كانوا يعانون من الإمساك ويعتبر مساعد في علاج الإسهال ويمنع استهلاكه على الصغار الذين يعانون من قصور في المجار البولية ويحذر تناوله من قبل الصغير الذي يعاني من الصعوبة الشديدة في الهضم وقد ينتج عند الإكثار من تناوله التهاب في الغذد الدرقية وتضخم في العنق حبيبنا دعواتنا بدوام الصحة للجميع وإذا فيه أي استفسار أو سؤال يمكن نضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوارات فاعلكم اثخاتكم بنا من راحب زوارنا الجدد اللي عم شفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله